في كل معارك رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين كان يتقدم رسول الله يتقدم القوم إلى الموت في كل معارك رسول الله هل هناك أهم من رسول الله أو من قدمي رسول الله أو من نعلي رسول الله طيني واحد يقول آني أهم حتى أتحاججوا فحينما نرى قادتنا في العالم الإسلامي بعد أهل البيت يقدمون الجحافلة والجحافل وهم في بيوتهم ينامون ويكلون فيشبعون حد التخمة وحينما يهزمون يقولون إن العسكر غير مدرب وحينما ينتصرون يقولون هذه من ابتكاراتنا وخططنا الجهنمية فانتصرنا كيف انتصرت وأنت في جحري زوجتك كيف انتصرت وأنت لا تستطيع أن تخرج من جحرك وتقدم الجحافل تلو الجحافل على مرة التاريخ لذلك إن محمدا ينتظر الإمام الحجة بن الحسن يتقدم القوم حاملا بندقيته متدرعا بدرعه يقول أنا في مقدمة القوم لأن القضية قضيتي القضية قضية الثأر محمد فأبو الثار نايم بعد دهلة بالبيت عرف شلون يود ناس تعالوا اخذ ثاري ما ممكن مو من العقل مو من المنطق مو من الكرامة مو من الجود فكيف إذا أنت كنت تريد أن تقاتل دفاعا عن محمد إذا كنت أكو أزيد منها الشرف أكو أزيد منها الكرامة الذي يقاتل لا يملك قوت يومه والذي يقوده يملك الفلل والسيارات الفارهات وبالك عنه والدنيا مقلوبة والنهب والسلب باسمه والذي يقاتل عن محمد وآل محمد تبات زوجته دون أكل وأولاده دون ملبس أو مأمن يقلبهم الحر ويلويهم الشتاء وبرودته هكذا قادتنا اليوم كلهم ينادون إلى الإمام الحجة والحجة منهم براء هكذا قادتنا اليوم يقولون نحن مع الإصلاح وهم يقينا يقينا إذا سأوا ورأوا يبحثون عن مصلح حتى يقتلونه لأن المصلح أصبح كبايروس الكورونا ترجمة نانسي قنقر